بحث سعادة السيدة ياسر بن إبراهيم محمدان وزير الشؤون الكهرباء والماء مع سعادة سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة المبادرات والمشاريع المختلفة التي تتيح تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة جاء ذلك على همش أعمال المؤتمر العالمي للمرافق 2024 والمنتدى العربي للمياه اللذان يقامان في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال لقاء تناول الوزيران أبرز القضايا المشتركة التي بحثت خلال المؤتمر العالمي للمرافق والمنتدى العربي السادس للمياه بما فيها التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه ودورها المهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تطرق اللقاء للشؤون المتعلقة بتحقيق الاستدامة لمصادر المياه مع التأكيد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر زيادة الابتكار والاستثمارات في القطاعات وأكد الوزيران أهمية الجهود الدولية المشتركة في تحقيق الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية بالإضافة لأهمية تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالي المرافق وأمن المياه ترجمة نانسي قنقر